ترأس سعادة السيدة أمنى بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفدة مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي وأكدت الوزيرة الرميحي حرص الوزارة على دعم جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشتركة 2024-2030 لافتة إلى أن خطة العمل الإسكاني الخليجي تجسد العلاقة التكاملية بين دول مجلس التعاون لتحقيق الأهداف الإسكانية المشتركة مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحرص دائما على رفض الجهود الخليجية المشتركة بالخبرات والتجارب الإسكانية المنفذة بالمملكة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين وثمنت الرميحي الجهود المتواصلة بين دول المجلس لتبادل الخبرات والبعلومات وتعميم التجارب الإسكانية الناجحة من خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي من جهة أخرى قامت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي على هامش الأسبوع الإسكاني الخليجي حيث تم الاطلاع على أبرز البرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس هذا ويستعرض جناح مملكة البحرين في المعرض تجربة منصة بيتي العقارية بالإضافة إلى عرض منصة تفاعلية حول أبرز المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن عرض الخيارات التي يتيحها برنامج التمويلات الإسكانية